ترأس مملكة البحرين أعرب سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي خلال الاجتماعين الخليجيين عن الشكر والتقدير لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لتوجيهاتهم للدفع بالمسيرة التعليمية نحو المزيد من التطور والتعاون واستعرض المشاركون في الاجتماعين بيان قمة العلا ورصد الجهود في تحقيق هدف الأمم المتحدة المتعلق بالتعليم الجيد إضافة إلى توسيع التعاون مع المنظمات الدولية وتبادل الخبرات بشأن التعامل مع جائحة كورونا ففي الاجتماع الخاص بوزارة التربية والتعليم الذي حضره الدكتور محمد بن بارك بن أحمد مدير عام شؤون المدارس تمت مناقشة خطة العمل الاستراتيجية للتعاون المشترك في مجال التعليم الفني والمهني واستعراض تجارب الدول في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى جانب مناقشة الخطة المستقبلية للتعاون المشترك للفترة من عام 2022 إلى 2026 لقد كان موقف مملكة البحرين نابع من التوجهات الملكية السامية لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل بلاد المفدى حفظه الله ورعاه بتقديم كافة الدعم والمساندة لتعزيز التعاون بين دول المجلس في مجال التعليم والتعليم العالي ناقش الوزراء أيضا ما تم بخصوص تنفيذ التوصيات الصادرة من قمة العلا والتي تتضمنت توجهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس التي تهدف إلى تعزيز المسيرة المشتركة على صعيد التعليم والتعليم العالي في الواقع أن من ضمن الأمور التي نالت اهتماما هو متابعة تحقيق أهداف التنمية المستدامة الهدف الرابع الذي يسعى لتوفير التعليم عرضت الدول تجاربها على هذا الصعيد أيضا الدروس المستفادة وطريقة التعامل مع جائحة كورونا التي تعرض لها العالم خلال الفترة الماضية ومدى تأثيرها على التعليم واستمراره أما في اجتماع وزراء التعليم العالي والبحث العلمي الذي حضرته الدكتور الشيخ رنى بنت عيسى بنت عيجة الخليفة الأمين العام لمجلس التعليم العالي فقد تم بحث استكمال باقي متطلبات السوق الخليجية المشتركة بما في ذلك المساواة في تلقي التعليم العالي إضافة إلى ما يتعلق بتنقل الطلبة بين الجامعات بدول المجلس أكدت مملكة البحرين اهتمامها وترحيبها بهؤلاء الأشقاء في مؤسسات التعليم العالي المختلفة في مملكة البحرين وكذلك بيّنت للأخوة الكرام بأن جامعة البحرين سوف تقدم العديد من البرامج التي ممكن للأشقاء الانضمام إليها كما تم بحث تطوير المناهج التعليم العالي خصوصا بمجال الابتكار والذكاء الاصطناعي وهمية تعزيز البحث العلمي ونشره بين دول المجلس كما أكد الاجتماع على أهمية مواصلة التطوير والتوسع في الخدمات الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتعليم الرقمي مع العمل على تطوير مناهج التعليم العالي والتشجيع على إجراء البحث وتعزيز مسارات الابتكار وريادة الأعمال كما اطلع أصحاب المعالي والسعادة على مراحل سير العمل في مدينة الملك عبدالله الطبية هذه المدينة التي تبين عمق العلاقات الأخوية القائمة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة وفي نفس الوقت سوف تسهم في الارتقاء بجامعة الخليج العربي على الصعيد الأكاديمي والتدريبي والبحث العلمي مما يعود بالخير والنفع بإذن الله تعالى على الطلبة من أبنا دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفي نهاية الاجتماع تم عرض فيلم نفذته وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع جامعة الخليج العربي حول سير العمل في مدينة الملك عبدالله الطبية وما ستقدمه من خدمات تعليمية وتدريبية وبحثية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر